هي إيران إن أثبتت شيء أثبتت أنها غير معنية على الإطلاق بالخوض هذه الحرب بنفسها لا تريد تعريض المدن الإيراني للخطر لا تريد تعريض القدرات العسكرية الإيرانية لخطر هي تضحي بساحات تضحي بتنظيمات انظر ماذا جار في غزة ونحن نقوم على مشارف الذكر السنوية الأولى للسابع من أكتوبر انظر إلى ما يجري الآن عمليا في اليمن لأن عندما يتوعد نتنياهو الآن الحوثي برد قاسي ويذكر بما جرى في ميناء الحديدة فماذا يعني قاسي بالقياس؟ هل يعني إخراج ميناء حديدة بالكامل من الخدمة؟ هذا الهدف يذكرنا في الحرب السابقة التي إلى حد ما إدارة الرئيس بايدن سمحت في حصول الحوثي عن الحديدة مما أدى إلى بقائه كقوة اقتصادية وليس فقط عسكرية وسياسية على الساحة اليمنية فهذا الذي يجري ليس ببسيط الرسائل ليست فقط إيرانية إسرائيلية لا لا الحديث في الأساس هو إيراني أمريكي الآن كيف يتلاعب الأطراف المعنيون بهذه المكونات للأزمة؟ أين يشدون وأين يرخون الحبل أو الشعر؟ هناك مثل أمريكي معروف أنك أحيانا تلخي الحبل لحتى يشرق العدو نفسه فهل هذا مجرد تساؤل افتراضي؟ هل الصاروخ الثالث الباليستي الذي يتم إيصاله لإسرائيل المقصود فيه هو بالفعل كما أشرت في معرض السؤال أستاذ أحمد بأن إيران لديها قدرات وأن هذا صاروخ واحد فعلى ما فعل فما بالك إن أطلقوا عدد أكبر من الصواريخ؟ أم قد يكون الأمر على الأكس؟ قد يكون نوع من التفسير فيه أيضا تضليل لأن هذه الحرب فيها كم هائل من التضليل والخداع فالتساؤل هل بالفعل تمكن هذا الصاروخ؟ بـ 11 دقيقة ونصف كما أشرتهم في المقدمة لاختراك أول مقاعدة البحرية الإسرائيلية الموجودة في جيبوتي القطع العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية الموجودة في المحر الأحمر وخلاف اللي مزاعم الحوثي لم يخترق لا أجواء سعودية ولا أردنية أبدا هو من خلال البحر الأحمر وصل إلى إسرائيل هل اختراق أيضا الدفاعات الإسرائيلية والأمريكية في داخل إسرائيل هل هذا كله يعني أنه فشل بالمطلق؟ أم أن الأمر قد يحتبر رواية أخرى؟ بأن هذه الصورة قادر أن تصل ولكن عندما يتم إطلاقها بشكل يهدد السلامة يتم اعتراضها وبشكل مختلف عما رأيناه في الساعات القليلة الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر